ملف المياه في العراق يعود إلى الواجهة مجددا وذلك بعد أزمة شح المياه التي ضربت نهري دجلة والفرات خلال الصيف الجاري تداعيات جفاف النهرين أثرت بشكل كبير على حياة العراقيين في مجالي الزراعة والري وكذلك مياه الشرب متابعون عراقيون يعزون أزمة الجفاف إلى قطع المياه من قبل الاحتلال التركي في سبيل الضغط على الجانب العراقي وإسكاته عن عملياته العسكرية وقصفه الجوي والبري التي تستهدف أراضي إقليم كردستان بغداد أيضا ببعض الوضع الضعيف لا تستطيع أن تردع تركيا وتأخذ حصتها كاملة من المياه وأيضا توقف عمليات بناء السدود وتحويل مجاري الأنهار إلى مناطق بعيدة هذه كلها تضرب بشكل كبير على الزراعة في العراق وبالتالي تهدد أمن وحياة الإنسان والحيوان والزراعة على حد سواء وفي محافظات العراق الوسطى والجنوبية انعدمت المياه بشكل كامل وما أدت إلى تلف المحاصيل الزراعية ونفوق المواشي وجفاف الأهوار وأما الأهالي اضطروا إلى حفر الآبار ومنهم العشرات هاجروا من مناطق الجنوب بسبب العطش في وقت تتوقع وزارة الموارد المائية انخفاضا كبيرا في مناسب دجلة بعد مضي تركيا بإنشاء سد الجزر الإروائي على مسار نهر دجلة والذي سيحول نحو 60% من مياه النهر إلى داخلها قبل عبوره الحدود التركية العراقية عدم الزراعة تقريبا شبه كامل وكذلك مياه الشرب والاستخدامات الأخرى التي تصل إلى المواطن العراقي فهي أصبحت شحيحة جدا على الحكومة العراقية أن تبادر وبسرعة لوضح حد لهذه التصرفات من قبل الجانب التركي وفيما يرى مختصونه أن معالجة أزمة الجفاف التي تعانيها البلاد تكمن في زيادة إطلاقات المياه من قبل دولتي تركيا وإيران إلى العراق وذلك بعد إصرارهما على تقليل الحصة المائية لأسباب تجهلها الحكومة الاتحادية وكما هو الحال لبقية سلسلة الاعتداءات التي تشنها تركيا بشكل متواصل على إقليم كردستان ضاربة حكومتي بغداد وأربيل عرض الحائط فقار فاضل بغداد اليوم